ايها النظار الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم راني وليت لكم بعد واحد غياب طويل انه واحد مزموعة من متصفحي جريطة الجاسور واحد مزموعة من الناس المعجابين بالجاسور وبالقصاص ديالوغة لك ودي بغينا القصاص غادي نولي وشو القصاص اليوم غادي نقول لكم واحد قصة غريبة ولكن واقعية الي بغي يصدق يصدق وليما بغي يصدق مزيد ان القصة اللي قلناها وكان توقعية وما تصدقتش يعني رأي عندها قيمة هذا واحد الانسان عايش في سويسرا لابهاش عليه ومسك عليه لابهاش عليه ولكن شوية موسوس موسوس مسكين بدي واحد السيدة عايش معه بشوفها المرار كيفش بشوف المرار قدي تسأله كيفش أولا الصباح ينط يدوش لها يدوش لها يغسل لها شعرها يقلع لها دفارها ويغسل لها رجليها ويغسل لها فمها بتشيتها بالدونتي فريس ويغسل لها ودنيها ويغسلها كاملا يفوت النهار العشية كذلك قبل ما ينعس يدخلها للدوش ويغسل لها شعرها هذا الشيء دائما يوميا وعيش معها بحالها درجت أنها تعقدت والخاطر في الأمر أنه شخص البنية خرجت بحالبها هذا مرض مفساني خرجت بحالبها سيدة تصلت بنامسكينا وقالت لك هذه القصة ودبرني مرض في مخي ومعرفت يوميا يدوث لها جنش ثلاثة مرات في النهار إذا خرجت بحالبها يوميا يدوث أو يوميا يغسل الصابون والتيض ومخنتها يجبها لها إلا الفلوس لا يعطيها وقالت لك الفلوس بنفسهم يغسلهم ويمسحهم إذا شد الفلوس يغسلهم ويمسحهم ولهذا نقسم معكم هذه القصة ويقالت لك ويقالت لك في مدينة ويقالت لك ويقالت لك ويقالت لك هذا المرض ويقالت لك ومعاناة تتعاني ويقالت لك ومعاناة ومعاناة هم وبيلت لك ومعاناة ومعاناة إليها